هجمات ساروخية متبادلة بين أوكرانيا وروسيا تسقط قتلى وجرحة السلطات الأوكرانية قالت إن خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد استهدفت أمس بقنبلة روسية موجهة ووفقاً لرئيس بلدية المدينة فقد أصيب مبنى مكون من 11 طابقاً أسفر عن سقوط قتلى بينهم فتاة تبلغ 14 عاماً كما أسفر الهجوم عن إصابة عشرات الأشخاص بجروح بينهم تسعة أطفال تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وست عشرة سنة بعد أن استهدف الهجوم فضاء للعب خاصاً بالأطفال زيلنسكي وفي تصريح له عقب الحادث قال إن هذه الدربة لم تكن لتحدث لو سمح الغرب لبلاده باستهداف روسيا في العمق بالسواريخ بعيدة المدى التي تم تزويده بها نحن في حاجة إلى قرارات قوية من شركائنا لوضع حد لهذا الإرهاب لا يوجد سبب منطقي للحد من دفاع أوكرانيا عن نفسها في الجانب الروسي أفد حاكم منطقة بيلغرود بسقوط قتلى وعشرات الجرح في قصف أوكراني على المنطقة حيث قال إن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت فيه قنابل عنقودية أطلقت من راجمات سواريخ واستهدفت مباني سكنية وأضاف عبر تطبيق تليجرام أن من بين المصابين ستة أطفال ثلاثة منهم في حالة خطرة وسط هذه التطورات أعلن زيلنسكي إقالة قائد القوات الجوية غدا تأعلان تحطم مقاتلة F-16 أمريكية الصنع ولم يوضح زيلنسكي أسباب هذا القرار الذي جاء بعد تحطم المقاتلة التي تسلمتها كييف مؤخرا من الدول الغربية بعدما طالبت بها مرارا ولمدة عامين ترجمة نانسي قنقر